أعلن البنك المركزي زيادة الحد الأقصى اليومي لعملات الصحب النقدي الكاش من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات وذلك بهدف التأسير على المواطنين والشركات وذكر البنك المركزي أنه تقرر أيضاً رفع الحد الأقصى لصحب اليومي مما كنت الصراف الألي إلى 30 ألف جنيه مطالباً البنوك بمراجعة السياسة الداخلية لتعكس الحدود الجديدة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للصحب النقدي للعملات الأجنبية من ناحية الأخرى أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقض الأجنبي إلى 40 مليار و361 مليون دولار لأول مرة منذ عامين في سوق المال أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين المصريين بينما مال التعاملات العرب والأجانب للبيع وسط دولات بلغت 4 مليارات و800 مليون جنيه وربح رأس المال السوقي 66 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1994 تليليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع معشر ايجي اكس 30 بنسبة 3.9% ليغلق عند مستوى 29.616 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 متساوية الأوزان بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 6696 نقطة وصعد مؤشر ايجي اكس 100 متساوية الأوزان بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 9584 نقطة اكد البنك الدولي ان فقوة الدخل بين نصف دول العالم الاكثر فقرا واغنى الاقتصاديات تتسع لأول مرة وفي تقرير له اكد البنك الدولي ان الفرق بين المو دخل الفرد في الدول الاكثر فقرا والتي يصل عددها الى 75 دولة والدول الاكثر ثراء اتسع على مدى السنوات الخمس الماضية مشين ان تلك الدول معرضة لخطر ضياع عشر سنوات من التنمية ما لم تجري تغييرات طموحة في السياسات وتتلقى مساعدات دولية كبيرة ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال شهر مارس بأكثر من المتوقع واصطى قفزة في ارادات متاجر التجزئة عبر الانترنت في مؤشر اخر على ان الاقتصاد الامريكي انهى الربع الاول على ارض صلبة وقال مكتب الاحصاء التابع لوزارة التجارة الامريكية ان مبيعات التجزئة ارتفعت بنحو 7 من 10 بالمئة خلال الشهر الماضي حذر المستشار الاماني اولف شولتس الصين من سياسة الاغراق التي تتبعها والافراط في الانتاج وانتهاكات الملكية الفكرية وقال شولتس في تصريحات لمضموعة من الطلاب شنغهاي اثناء زيارتها التي تستمر لمدة ثلاثة ايام للصين قال ان السوق الاوروبية مفتوحة للسيارات الصينية بشكل عادل دون انتهاك حقوق الملكية الفكرية اعلنت وزارة المالية الاسرائيلية عن زيادة ديون اسرائيل الى الضعف في العام الماضي بسبب الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وقالت الوزارة ان اسرائيل سجلت ديونا وصلت الى نحو 160 مليار شكل بما يعادل 43 مليار دولار في عام 2023 من بينها 81 مليار شكل منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من اكتوبر الماضي بينما اقترضت اسرائيل 63 مليار شكل في عام 2022 باكمله شكرا